أن ينتصر ولا بد للغين أن ينكرر ولا بد للغين أن ينكسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مشاهدي الكرام وأحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج الشعوب المقهورة في إيران التقارير لدينا في هذه الفترة والأخبار غالباً تتحدث عن الفقر وعن المعيشة وعن الحالة المأساوية التي تمر فيها هذه الشعوب في إيران حتى الفرص داخل إيران يمرون بأزمات مالية وأزمة في المعيشة ما يعلم بها إلا الله لكن الحمد لله على كل حال ويجب أن نتحدث عن هذا بشكل موسع وحينما نتحدث عن المأساة ينبغي أن لا ننسى أو نتناسى عن الأسباب الجالبة للرزق وبإذن الله عز وجل في حلقة قادمة سوف يكون معي ضيف يتحدث عن الأسباب الجالبة للرزق والتوكع على الله عز وجل وكيف أن الإنسان يتخلص من الحالة المعيشية السيئة التي تمر به في إيران أعرض لكم الآن مشاهدي يا كرام تقريراً يبين حالة التسول التي يمر بها أهلنا في الأحواز وخصوصاً من النساء نشاهد ثلث الشعب الإيراني يعيش تحت خط الفقرة بحسب ما ذكرت إحصاءات رسمية صادرة عن نظام الاحتلال الإيراني الفارسي كما تشير أيضاً تلك الإحصاءات أن نسبة البطالة فاقت الستين في المئة في العديد من الأقاليم وفي الأحواز المحتلة فإن مظاهر الفقر والقحط باتت جلية للعيان المتسولون وبائع الشوارع يملؤون أرجاء البلاد وكالة تستر الأحوازية للأنباء قامت بتصوير بعض مشاهد الفقر من بائع الشوارع أطفال ونساء ومتسولين عجزة يبحثون عن عمل في إقليم ينعم بثروات هائلة من نفط وغاز ومعاد ومياه وأراضي خصبة وغيرها لا يجد شعبه فيه لقمة العيش وبحسب التقرير المصور فإن عددا كبيرا من النساء الأحوازيات يتخذن من المقابر مكانا لبيع الورود سعيا وراء لقمة العيش الكريمة وتسعى هؤلاء النسوة اللواتي يعانين من حرمان رب الأسرة بسبب الاعتقال في سجون الاحتلال أو استشهاده على يد قوات الأمن أو الاختطاف من قبل سلطات الاحتلال إلى توفير المستوى الأدنى من الظروف المعيشية لأطفالهن الذين يواجهون مستقبلا مجهولا في ظل سياسة الإهمال والبطالة والتشريد كما تعاني هؤلاء النسوة بشكل يومي من التمييز والمخاطر وإهانة المستوطنين لهم في ظل غياب مؤسسات خيرية لدعم هؤلاء النسوة وأطفالهن لقد اعتمدت سياسة الاحتلال الإيراني منذ بداية الاحتلال إلى اللحظة على نهب ثروات وخيرات الأحواز المتنوعة ولم تقدم الحكومة المتعاقبة للاحتلال على الانفاق من خراج موارد تلك الثروات ومن أبرزها صادرات النفط والغاز التي تشكل نسبة 90% من عموم إنتاج إيران فالبنية التحتية في الأحواز تكاد تكون معدومة وكذلك لم توفر مؤسسات الاحتلال للمواطنين الأحوازيين أبسط سبل الحياة الكريمة كالعمل للتقليل من البطالة والضمانات الاجتماعية للأسر التي بلا معيل ومن بينهم أسر الشهداء وعوائل السجناء والأيتام وكبار السن والعجزة والمرضى إن خيرات إقليم الأحواز كافية لتوفير الرفاهية لمواطنيها لو تم توزيعها بعدالة إلا أن سلطة الاحتلال دابت على استنزاف ثروات الإقليم في مشاريع تخريبية بالمنطقة ودعم أضروعها المسلحة وتنفيذ مخطط خبيث لإفقار سكان الأحواز العرب بهدف دفعهم إلى الهجرة وتعويضهم بالمستوطنين الفرس كان الله في عون إخواننا المضطهدين في الأحواز وهؤلاء يتحدثون بالعربية ويتكلمون ويشرحون ما بحالهم أيضا هناك الأكراد التركمان الآذريين يعانون مثل هذه المعاناة وهناك أيضا في بلوشستان المعاناة أشد لا بد أن ألفت الانتباه إلى أمر مهم الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أسبابا كثيرة تجري بالرزق وهنا يعني حينما تكون هنا المأساة والفقر الموجود الآن في إيران لا بد أن نذكر بهذا الأمر ينبغي أن نتوب إلى الله وأن نستغفر الله عز وجل ينبغي أن نرجع إلى الله عز وجل أن يجري على لسان أحدنا أو على ألسنتنا نستغفر الله ونتوب إليه اجعل هذا هو ديدنك حينما تشعر بضيق في الرزق لأنك تتجه إلى الله عز وجل حينما يضيق عليك الرزق اتجه إلى الله عز وجل استغفر من الله استغفر من الله عز وجل وهذا موجود في كتاب الله عز وجل فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار إذن إذا ضاق عليك الرزق فاستغفر الله عز وجل فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وورد على لسان نبيه هود قال الله عز وجل ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم إذن نخلص إلى أن الاستغفار سبب من الأسباب التي تجري بالرزق هناك أيضا من الأسباب الجالبة للرزق وهي تقوى الله عز وجل تقوى الله عز وجل سبب لخيري الدنيا والآخرة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى وإيضا قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض تأملوا فيها إخوتي الأحوازيين إخوتي في كل مكان إذا ضاق عليك العيش والرزق وهنا نتذكر بأن النظام الإيراني هو من افتعل هذا في تلك الأراضي المقورة نتذكر قول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فالواجب علينا جميعا أن نتقي الله عز وجل وخصوصا في المكسب لا يجعل الإنسان أن حينما يتج إلى الحرام يكون هذا ذريعة لأن النظام الإيراني يطغى علينا ويحاول أن يسرب مننا العيش لا لا يكون هذا مبررا لك بأن تأكل الحرام أو أن تكسب من الحرام لابد أن تحرص على أن لا تطعم وأن لا يطعم ذويك إلا حلالا طيبة وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة هناك رواية بأن مرأة من نساء السلف تقول لزوجها إذا خرج إلى عمله اتق الله لا تطعمنا إلا حلالا فإنا نصبر على الجوع لكننا لا نصبر على النار وهذا أتمنى أن يكون هذا الموقف ديدا كل من حدثته نفسه بأن يكسب من الحرام بسبب الضيق في الرزق أيضا هناك أسباب كثيرة جدا من الأسباب التي تجرب الرزق ومنها صلة الرحم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يقصط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصر رحمه تريد سعة الرزق طول العمر صلة الرحم زيارة بالاتصال بالهدية وهذا سبب من أسباب الرزق أيضا من أسباب الرزق هو الإنفاق في سبيل الله الإنفاق من أبواب الرزق الكبيرة ومن الأسباب الجالبة للرزق ومن الأسباب التي تجعل البركة في الرزق تأمل في حديث أبي هرية رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنفق يابن آدم أنفق عليك أنفق يابن آدم أنفق عليك هذا الحديث من الحديث العظيمة التي تحث على الصدقة والبدل والإنفاق في سبيل الله وأنها من أعظم أسباب البركة في الرزق ومن أسباب مضاعفة الرزق وربنا عز وجل وعدنا بأن من ينفق في سبيل الله يخلف الله عليه قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وعن أبي هرية رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا إذن التوبة الاستغفار صلة الرحم الإنفاق في سبيل الله من الأسباب التي تجلب الرزق فتمسكوا بها والأسباب كثيرة وليس نحن في هذا المكان من باب الحصر لهذه لكن هي مجرد تذكير لأننا دائما نذكر الفقر الفقر القلة العيش لكن لا بد أن نتذكى وأن نذكر أنفسنا بأن الرزق من عند الله وأن نتوكل على الله عز وجل وأن نتذكر الأسباب التي ربما هذه الأسباب التي تحصل علينا أنها من أنفسنا فإذا رجعنا إلى أنفسنا فرج الله عز وجل علينا وعلى الناس أخيرا يعني في هذا الموضوع أوصي نفسي وإياكم بهذه الوصية النبوية التي أوصى بها محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبا هريرة فقال له تريد أن تكون سعيدا حتى وإن كنت فقيرا أو كان لديك ضيق في العيش اسمع إلى هذه الوصية التي أوصى بها محمد صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة هذه الوصية وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس حتى وأنت فقير ليس لديك شيء معدم لكن عندك الرضا بما قسم الله لك أنت هنا من أغنى الناس والله هناك مناس عندهم الأموال وعندهم القصور وعندهم السيارات والمزارع والخيرات ولكن ليس لديهم الرضا فلذلك ابتلوا بأنهم غير راضين فلذلك هم يعني يقارنون أنفسهم بغيرهم فلذلك لا تجد هناك غنى في النفس والغنى هو غنى النفس إذن تريد أن تكون أغنى الناس ارضى بما قسم الله وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا يَمْلِكِ الْنَّاسِ وَرَبِّ نَفْسَكَ عَلَى الْقَنَاعَةِ وَالْرِضَاءِ ما قلّى أو كثر وتذكر بأن الله عز وجل هو الرزاق وأنه هو الوهاب وأن بيده مفاتيح كل شيء أذكر نفسي وأذكر الإخوة المشاهدين بهذا المقطع الذي يذكرنا بأن الله عز وجل هو الرزاق وأن نعتمد على الله عز وجل في كل شيء مهما ضاقت المعيشة ولا يعني أنني أتحدث مع قوم بأن معيشتهم ضاقت لا هناك المعيشة يعني حتى في الدول الغنية هناك أناس يعيشون في فقر وهذا هو تذكير للجميع والله المستعن نشاهد يا جماعة لازم نفهم قضية أن رزقنا مبهنة رزقك الحين شفت الآن وظيفتك قبولك ما وقع هنا هذه كلها تنفيذ أوامر في الأرض الأمر فوق الأمر فوق أخذت وظيفة أقسم بالله ما وقعها ما وقعها يد اللي وقعها إلا يوم أمر ربي من فوق السماء جل جلاله أن توقع وفي الأرض آيات الموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصروا وفي السماء لازم تمد السماء فوق وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء فورب السماء والأرض إنه لحق والله إن حق الله يقسم بنفسه بذاته جل جلاله إن رزقكم عندهم فلا تدل نفسك عند أبوابهم تدل نفسك عند بابه جل جلاله أبذل السبب وما كتب الله لك الذل إلا له فلا تأبى وتدل نفسك للناس ما عندهم شيء إذا الله كاتب أنه ما توقعها دموعك ما بتخليه وقعها واسطاتك ما بتخليه وقعها والله هو سبحانه فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما مثل ما أنكم تأكلون طيب إخي أنا ما يكون عندي أكل لا أعطاك شيء دائما معك قال مثل ما أنكم تنطقون عمارك تنطق تقول تكفون ساعدوني متجيبوا أسطات ما في مشكلة إذا كانت أسباب مشروعة لكن أنت تشك أنك تنطق أنا ما أشك إذن لابد ما تشك أنه الرزق فوق مو في الأرض عشان كده حبيب متى ندل إذا قل إيماننا متى نهتز إذا قل إيماننا متى نضيع إذا قل إيماننا عشان كده الله سبحانه وتعالى قال جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها لا هي ما ترزق أحد ولا اللي عليها يرزقون اللي يرزق هو الذي خلقها جل جلا واضح؟ قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه سبحانه مو رزقها ولا رزق اللي عليها فالرزق عند ربي جمع جلاله والنعم بالله كلنا متوكلون على الله عز وجل في أرزاقنا وما يحصل من ضيق في العيش هو ابتلاء وامتحان واختبار كيف يفعل الإنسان هل سيلجأ إلى الحرام أم إلى الحلام هل سيلجأ إلى الله أم إلى الناس لا بد أن نرجع إلى الله وأن نتوكل على الله عز وجل في أرزاقنا أنتقل وإياكم مشاهدي الكرام إلى الأخبار لكن قبل أن أشير إلى عنوية الأخبار سلطات الاحتلال الإيراني تشن منذ منتصف الشهر الجاري حملات اعتقال مهولة طالت عددا من الناشطين في مختلف المناطق في الأحواز ومناطق الشعوب غير الفارسية طريقة الاعتقال كما تطالعنا وسائل الإعلام وحشية وعنيفة وفي هذه المبارسات أصيب عدد من الناشطين أثناء عملية الاعتقال فكيف يعني لو ذهبوا إلى السجون وعذبوا أو استنطقوا كيف يكون هو الحال والله المستعال أنتقلوا إياكم إلى فقرة الأخبار فإلى العنوية الاحتلال الاحتلال يعتقل شقيقين في الأحواز العاصمة أهالي المحمرة يواصلون احتجاجهم على تمييز الاحتلال في الوظائف الاحتلال الإيراني يعتقل ناشطا أحوازيا في مدينة الحمدية واختطاف ثمانية نشطاء في حملة اعتقالات بحي الثورة مساء الثلاثاء والأحد الماضيين الاحتلال الإيراني يحضر نشاط جمعية الهلال الثقافية المعتقل محمد بن صاب الرئيسي يضرب عن الطعام في سجن أردبيل والأمم المتحدة تدين ممارسات النظام الإيراني مجددا المرجع الإيراني نوري همداني يصرح الشعب يتجرع الألم الحكومة الإيرانية تهرب إلى الأمام في قضايا المعيشة ارتفاع معدلات الأطفال الذين يمارسون الأعمال الشاقة في إيران التلوث البيئي يحاصر المدن الكبرى في إيران أهلا وسهلا بكم من جديد اعتقلت قوات الأمن الإيرانية الفارسية شقيقين أحوازيين من حي الثورة بالأحواز العاصمة ونقلتهما إلى مكان مجهول وقالت مصادر أحوازية بأن عناصر الأمن الفارسي اعتقلت الشقيقين عبدالله وجعفر كريم الجلداوي وذلك ضمن حملة انطلقت بعد يوم من المظاهرة التي اندلعت في حي الثورة بمدينة الأحواز العاصمة تنديدا بسياسات المحتل الإيراني الرامية لاستهداف الأرض والإنسان تضاعفت عمليات الاختطاف التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والمخابراتية ضد الناشطين الأحوازيين في الآونات الأخيرة بما يشير إلى انتشار الفكر الوطني في الأحواز الذي أصبح هاجسا يؤرق سلطات الاحتلال الإيران تجمع العشرات من أهالي مدينة المحمرة مجددا أمام مبنى الحاكم العسكري لمدينة المحمرة صباح يوم الأربعاء الماضي العشرين من ديسمبر الجاري احتجاجا على سياسات الاحتلال التمييزية في التوظيف الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين أبناء الأحواز نتيجة توظيف المستوطنين الوافدين من المناطق الفارسية رفع المتظاهرون الأحوازيون لافتات تندد بسياسات الاحتلال الإيراني التي تستهدف الأرض والإنسان الأحوازيين مدينة المحمرة تشهد احتجاجات منذ الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري ضد سياسات الاحتلال الإيراني حيث احتجوا في يومي الخامس عشر والتاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري وذلك أمام مكتب مندوب ولاية الفقيه في المحمرة مطالبين برفع الظلم والكف عن الاستمرار بسياسة التمييز العنصري وكانت الاحتجاجات قد اندلعت تلبية لدعوات أطلقها نشطاء أحوازيون عبر صفحات التواصل الاجتماعي مطالبين أبناء الشعب العربي الأحوازي بالاحتجاج والتظاهر ضد مبارسات الاحتلال اتجاه وقال نشطون أحوازيون أن سلطات الاحتلال قامت بعدة مشاريع استيطانية في قضاء محمرة من أجل جلب المستوطنين وتوظيفهم فيها معتبرين الأمر يستهدف هوية مدينتهم ويغير التركيبة السكانية فيها داهمت قوات كبيرة من الحرس الثوري مدينة الحميدية بحثا عن ناشطين أحوازيين مناهضين للاحتلال الإيراني أكدت مصادر أحوازية أن العشرات من عناصر الحرس الثوري مدعومة بقوات من ميليشيا البسيج وقوات الأمن انتشرت في هذه الحملة وتمكنت من اعتقال الناشط الأحوازي عبد الرزاق العبيداوي وقال شهود عيان بأن قوات الأمن اعتقلت الناشط عبد الرزاق العبيداوي وانهالت عليه بالضرب أمام عائلته مخالفة للأعراف والقوانين الدولية اعتبر الناشطون أحوازيون أن هذه الاعتقالات العشوائية تظهر خوف الأجهزة الأمنية والمخابراتية من الوعي الوطني الذي يعم شرائح المجتمع الأحوازي بشكل عام اختطفت قوات الاحتلال الإيراني ثمانية نشطاء أحوازيين قسريا خلال حملة مداهمات قمعية على حي الثورة غربية الأحواز العاصمة وذلك مساء الثلاثاء والأحد الماضيين أفادت مصادر أحوازية بأن القوات الأمنية داهمت حي الثورة وقاموا بتفتيش عدة منازل بحثا عن ناشطين أحوازيين واعتقلت عددا من الناشطين ونقلتهم إلى مكان مجهول أوضحت المصادر أن القوات الإيرانية اعتقلت كل من يونس إبن رحيم الصرخي ووليد طعمة الساري وعلي الزرقاني ومسعود عبد العالي الساري ومحمد عبد الجبار الحيدري وكاظم حسون بن طاهر الساري وعلي بن قاسم بن حاتم الساري وشاكر السيلاوي ونوه ناشطون بأن حملة الاعتقالات القمعية تأتي عقب الاحتجاجات الشعبية التي قام بها الأحوازيون في حي الثورة احتجاجا على ما قام به الاحتلال الإيراني من عمليات اغتصاب أراضي المواطنين في قرية الجليزي في ناحية موسيان الأحوازية مما أظهر ضعف قوات الاحتلال أمام تحدي وصمود الأحوازين قام جهاز مخابرات الاحتلال الإيراني باستدعاء أعضاء جمعية الهلال الثقافية يوم الأربعاء الماضي إلى مكتب المخابرات الواقع في حي الأمنية وأبلغوهم بحضر نشاط الجمعية بشكل نهائي وادعى الاحتلال الإيراني أن جمعية الهلال الثقافية شاركت في إقامة مظاهرتين في حي الثورة تضامنا مع أهالي الجليزي الذين اغتصبت أراضيهم من قبل جيش الاحتلال والمشاركة في زعزعة الأمن القومي الإيراني ودعم قناة أحوازنا الفضائية أكد ناشطون أحوازيون أن القرار الذي اتخذه جهاز مخابرات يثبت للعالم أجمع أن كافة مؤسسات الاحتلال الإيراني تستهدف الشعب العربي الأحوازي وتستهدف ثقافته وأشر ناشطون إلى أن الدعاءات دولة الاحتلال الإيراني حول إعطاء الحقوق وعدم مضايقة المواطنين ما هي إلا مجرد دعاية فارغة ليس لها حقيقة على أرض الواقع أضرب المعتقل البلوشي محمد بن صابر ملك رئيسي عن الطعام لليوم الرابع والعشرين على التوالي في سجن أردبيل الواقع شمال غرب جغرافية إيران واعتقل محمد رئيسي في الرابع والعشرين من سبتمبر عام 2009 على أيدي جهاز مخابرات الاحتلال الإيراني في مستشفى شهباز في بلوشستان المحتلة وحكم عليه بالسجن إثنان وعشرون عاماً خمسة عشر عاماً منها نفياً إلى سجن أردبيل وقد اعتقل محمد في سن السابعة عشر على خلفية نشاط أخيه عبد العبيد الرحمن الذي ينتمي إلى جيش العدل البلوشي المقارع للاحتلال الإيراني لبلوشستان وفي تسجيل صوتي مسرب للمعتقل من داخل سجن أردبيل أكد محمد رئيسي أنه لم يكن على علم بنشاط أخيه وأضاف بأن الاحتلال الإيراني الفارسي اعتقلني رهينة حتى يقوم أخي بتسليم نفسه إلى سلطات الاحتلال أدانت الأمم المتحدة مجدداً استمرار انتهاكات إيران لحقوق الإنسان والأقليات والشعوب غير الفارسية التفاصيل في التقرير التالي أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يوم الثلاثاء يدين انتهاك حقوق الإنسان في إيران وكذلك استمرار الإعدامات وقمع النشطاء والصحفيين والتضييق على الإعلام وانتهاك حقوق الأقليات القومية والدينية في إيران وحظي القرار الذي تقدم به كندا وتمت الموافقة عليه مسبقاً في الجمعية الثالثة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بموافقة 81 دولة ومعارضة 30 عضواً وامتناع 70 دولة عن التصويت وأعربت الجمعية العامة بالأمم المتحدة عن بالغ قلقها إذا ارتفاع حالات الإعدام خاصة ضد القاصرين وكذلك الإعدامات التي تنفذ بسبب جرائم غير خطيرة كما دنت أحكام الإعدام التي تصدر بناء على الاعترافات القصرية وكل ضروب التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ضد المعتقلين السياسيين وغيرهم واستنكر القرار الأسلوب الممنهجة للاعتقالات التعسفية بما فيها تلك التي تستهدف الأفراد مزدوج الجنسية والرعاية الأجانب كما انتقد القرار كذلك الظروف السيئة في السجون وحرمان السجناء من تلقي العلاج الطبي المناسب وفرض قيود واسعة وخطيرة على حق حرية التعبير والعقيدة والاجتماع والتجمع السلمية وندد القرار الأممي بالتضييق وتجديد الرقابة على الإنترنت ووسائل الإعلام وترهيب الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والأقليات والقيادات العمالية ونشطاء حقوق الطلبة ومنتج الأفلام السينمائية والمدونين ومدير صفحات مواقع التواصل الاجتماعية كما انتقد القرار كذلك التضييق على القادة الدينيين والمحامين والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة وأسرهم ودعا إلى محاسبة المسؤولين الإيرانيين المتورطين بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بما فيها المتعلقة بتورط الجهازين القضائي والأمني في إنهاء إفلات مرتكب هذه الانتهاكات من العقاب وتشهد إيران حالة من الغضب الشعبي على جميع الأصعدة ومجالات الحياة حيث شهدت عدة مدن وبلدات احتجاجات شعبية على خلفية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي يعيشها الشعب الإيراني ويأتي هذا الغضب نتيجة للممارسات المتعمدة للنظام في اتباع سياسة الخنق على المواطن في لقمة عيشه وتعمد إذلاله وأعرب ناشطون إيرانيون بأن سلطات النظام الإيراني دائما ما تمارس التمييز والاضطهاد والتفرقة بين فئات الشعب في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة كما دأبت دوما على إقصاء مواطن الشعوب غير الفارسية من المشاركة في الحياة السياسية بدوافع عنصرية عرقية قال المرجع التقليدي نوري همداني في إشارة منه إلى القضايا المعيشية للشعب الإيراني والشعوب غير الفارسية المحتلة بأن الشعب يعاني من الغلاء وحقوقه في رقبة النظام مؤكدا مسؤوليته الكاملة في دعم مطالب الشعب والاهتمام بها وفيما يتعلق بالبطالة أشار همداني إلى أن البطالة وعدم دفع الرواتب من القضايا المقلقة والمؤلمة للشعب خصوصا في هذه الفترة التي لم ينل فيها كثير من الموظفين رواتبهم الشهرية حسب ما نشرت عنه وكالة تسليم الإيرانية محللون السياسيون وضعوا تصريح همداني في خانة امتصاص الغضب الشعبي المتزايد على النظام الإيراني في ظل حالة استجال المتنامية بين أجنيحة النظام الإيراني قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني حسين نقوي حسيني في إشارة إلى التصريحات الأخيرة لنائب رئيس جمهورية إيران الفارسية إسحاق جهانغيري المبنية على أساس أن موازنة الحكومة الجديدة لا تحظى بأوضاع مناسبة للفاعلية والنمو الاقتصادي قال نشاهد مؤخرا أن مسؤولي الحكومة أصبحوا نقادا ومعارضة لأنفسهم وعد هذا النوع من السلوكيات في الساحة السياسية نوع من الهروب للأمام مضيفا في تصريحه لوكالة الطلبة بأنه في الوقت الحالي وبسبب أن الحكومة لا تستطيع الرد على أدائها فإنها تهرب إلى الأمام حتى تخلي المسؤولية عن كاهلها تجاه مطالب الشعب أكد هو شاكنساوش بور مساعد رئيس هيئة الرعاية الاجتماعية بالإقليم الخاضع لسلطة النظام الإيراني وجود إحصاءات تفيد بأن مئات الأطفال يمارسون الأعمال الشاقة في الإقليم وقد تم تسجيل هذه الإحصائية منذ الأشهر الثمانية من هذا العام أضاف سياوش في التقرير الذي نشرته صحيفة أرمن أن معدلات الأطفال الذي لا يمارسون هذه النوعية من الأعمال قد ارتفعت مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مشيرا إلى أن منطقة ياسوج هي أكثر المناطق في الإقليم من حيث ارتفاع حالات ممارسة الأطفال للأعمال الشاقة واستغلالهم قال التقارير نشرتها هيئة الأرصاد الإيرانية بأن حالة التلوث التي تمر بها المدن الإيرانية الكبرى مثل طهران وأصفهان وتبريز وأرومية وأراك سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري وأضافت التقارير لقد تم إغلاق أغلب المدارس في هذه المدن بسبب التلوث الحاد الذي تعاني منه الأجواء في هذه المدن كما تم الإعلان عن حالة الطوارئ في إيران بسبب التلوث الجوي لكل من الإسعاف والمستشفيات من جالب آخر قال مساعد وزير الصحة بأن 2.5% من الناتج للمحلي في إيران يهدر بسبب التلوث البيئي مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم أعود إليكم أهلا وسهلا بكم من جديد الميزانية التي أعلنها النظام الإيراني خلال عام 2018 لاقت اعتراضا من قبل الناشطين السياسين في المهجر وكذلك من قبل المواطنين في الداخل نشاهد هذا الإنفو جرافيك الذي أعدته قناة المحمرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهذه الممارسات النظام الإيراني يفتعل هذه الأزمة المعيشية في جغرافية إيران والمتضر من ذلك هم الشعوب المقهورة في إيران حسب وكانت فارس الأنباء ذكر برويز فتاح رئيس لجنة الخميني الإغاثية في الحكومة الإيرانية قال بأن هناك أكثر من أربعين مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر أشاهد هذا التقرير أكثر من أربعين مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر وهو نصف عدد سكان إيران هكذا أعلن رئيس لجنة الخميني الإغاثية الحكومية في إيران برويز فتاح ونقلت وكالة فارس عن فتاح قوله إن الفقراء الذين تشملهم إعانات لجنة الإغاثة ومنظمة الرفاه والجمعيات الخيرية لا يتجاوز عشرة ملايين نسمة بينما رسميا هناك عشرون مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر وأضافوا في تعريف الدولة ووفق لمحاسبتها فهناك أربعون مليون شخص يحتاجون إعانات بمبلغ شهري قدره خمسة وأربعون ألف تومان وقال عندما يتم تعريف خط الفقر فإن الجميع يقارن نفسه بهذا الخط لذلك فالكثير من الناس يعيشون تحت هذا الخط ويعتبرون فقراء وهذا له انعكاساته الاجتماعية والمحلية والدولية ويخلق المطالبات على حد تعبيره ويأتي الإعلان عن هذه الإحصائية في الوقت الذي ترفع فيه إيران سعر الوقود بنسبة تصل إلى خمسين في المائة خلال موازنة العام المقبل وسط تحذيرات من ارتفاع معدل التضخم بنسبة واحد في المائة جراء ارتفاع أسعار الوقود كما أعلنت حكومة حسن روحاني التي يحملها الخبراء مسئولية تدهور الاقتصاد والوضع المعيشي أن الإعانات النقدية المقدمة للفقراء والدعم النقدي عن 34 مليون شخص خلال العام المقبل سيتم إلغاؤها وكانت مؤسسة بورج غير الحكومية والتي تعنى بمكافحة الفقر حول العالم كشفت في إحصائية في سبتمبر الماضي أن تزايد نسبة الفقر في إيران وصل إلى مستويات قياسية في ظل استشراء الفساد الحكومي وهيمنة الطغمة الحاكمة على ثروات البلاد وبحسب دراسات المؤسسة يستحوذ 5% فقط من سكان البلاد على منابع الثروة وهم من الفئة الحاكمة بدءا من المرشد وحاشيته وحتى كبار المسؤولين وعوائلهم في حين 95% من الشعب يعيشون في الفقر حيث تقدر ثروة المرشد بحوالي 95 مليار دولار أمريكي بحسب مؤسسة بورغين وتفيد إحصائية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإيرانية أن هناك أكثر من 12 مليون مواطن تحت خط الفقر ويعانون من الفقر الغذائي أي المجاعة يحيى آل إسحاق رئيس غرفة التجارية المشتركة الإيرانية العراقية قال في تصريحات في مارس الماضي إن 45 مليون مواطن من مجموع 80 مليون مواطنا من سكان البلاد يعيشون ضيق العيش ولا يمتلكون قوت يومهم ويعانون من أصعب الظروف نظرا لارتفاع معدلات التضخم والغلاء وتزايد النفقات والبطالة وكانت قضية سكان المقابر في العاصمة الإيرانية طهران وهم من مئات المشردين من الرجال والنساء والأطفال يعيشون داخل القبور قد أحدثت ضجة قبل عدة أشهر داخل إيران بعدما نشرت صحف الرسمية صورا صادمة عن هؤلاء الفقراء وإثر انتشار تلك الصور وجه ناشطون هجوم اللاذعا ضد المرشد الإيراني علي خامنائي وقالوا إن نظام ولاية الفقيه ينفق المليارات من أموال الإيرانيين على تدخلاته العسكرية ودعم الإرهاب في دول المنطقة بينما شعبه يعيش أسوأ معدلات الفقر والحرمان والتشرد وتشهد مختلف محافظات إيران إضرابات واحتجاجات عمالية متواصلة ضد تأخر الرواتب والأجور المنخفضة وتفشي البطال والفقر بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة أحد المتابعين يقول بأن حتى أنتم في السعودية عندكم فقراء يعني عقلا لماذا لا تقارن كم عدد الفقراء الموجودين في السعودية أو في الكويت أو في الدول المجاورة وكم عدد الفقراء في المنطقة المحاذية للخليج الأحواس هذا يعني برويز فتاح رئيس اللجنة الخمينية اللغاثية في إيران يصرح لوكارة فارس أكثر من أربعين مليون فقراء تحت خط الفقر يعني الأحواز يعني منطقة غنية بالنفط وبالغاز ما الفرق بين الذين يعيشون في هذه المنطقة وبين الدول المجاورة الإمارات الكويت السعودية عمان الدول الخليجية ما الفرق بينهم يعني غالبا أن هذه المناطق أغلب المواطنين في هذه المناطق أو قل فوق النصف يعيشون يعني في حالة جيدة من المعيشة يعني الفقراء تعتبر نسب قليلة جدا يعني لماذا؟ يعني هو زعلان يقول ليش تقول أن النظام الإيراني هو الذي يفتعل نعم هو يفتعل هذه الأزمة في تلك البلاد يفتعل هذه الأزمة يعني المداخيل التي تدخل عن نظام الإيراني من الزراعة من جبال الذهب في بلوجستان من النفط والغاز في الأحواز من الخيرات في كرجستان يعني أين تذهب؟ تذهب إلى خامنأي وإلى الحرص الثوري لذلك همهم هو التمدد والتوسع وليس لديهم هم بهذه الشعوب كان الله في عونهم أدعو لأخوانكم الفقراء والمساكين في تلك الشعوب أدعو بأن الله عز وجل يفرج عنهم لأن حتى يعني لو فتح باب الإغاثة أو عمل الخير سيكون مغلق بيننا وبينهم النظام الإيراني لا يفتح هذا الباب يتظاهر بأن هذه المناطق هي غنية ولا يحتاجون إلى مساعدات وأيضا هم يتظاهرون بأن هناك جمعيات إغاثية تقوم بمساعدة الفقراء الموجودين في إيران وهذه كل مجرد يعني شكليات والله المستعب وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة ألتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة